في ملعب بابا يرأى معقول يعني مش أحسن حاجة لا معقول بس يكبأ ما يترشش بقى ويغرقوا ويعملوا في الحق الحقيقة يعني كماسي لأن هي برضو معقل قبيلة الأشنطي وقبيلة الأشنطي في غرب القرى المسيطرة على مناجم الدهب لدرجة أنه ملك الأشنطي له قيمة روحية واجتماعية وسياسية أنا فاكر ساعتها طلبت من السفارة المصرية عايز أعمل حوار مع ملك الأشنطي فالرجل في السفارة ساعتها قال لي لا الأسهل أجيب لك معد مع رئيس الجمهورية ملك الأشنطي ده حاجة كده وهمة يعني محدش بيروح له قالوا لي ده جالس على مناجم الدهب بمعنى أنه كل ما منجم يكتشف لازم يلبس منه أسورة فيقعد في الاحتفالات شايل درعته بالعافية من حجم أسور الدهب اللي بيتباهى بيها أنه ده نتاج اللي تملكه الأشنطي أو القبيلة يا أفريقيا دي عجيبة والسودان هو أفريقيا بتدفع تماني يا أستاذ إبراهيم إن أغنى مكان في العالم مع أفقر شعوب العالم بيبتزها وبيحتلها وبيستنزفها وبيستغلها يعني أخبث شعوب العالم فهو ده الست الحلوة يعني اللي كله طمعان فيها وعايز الحلال بتدفع ضريبة جمال يعني يعني أفريقيا كل الحروب والانقلابات والهوسة اللي هي فيها عشان مناجم الماس والدهب وربما يكون البطرول بتاع المستقبل موجود فيها برضه الحقيقة اللي احنا شفناها في كوماسي في 2008 لأنه ده الجمهور اللي حيبه موجود بكرة يمكن مدياما ملهاش جمهور شديد وعنيف ونادي خاص المالك بتاعه حتى اسمه موسى باركر مبرح لما عمل تصرحات قال إن احنا جاهزين لمفاجئة الأهل وزي ما كسبنا بالوزداد هنكسب وحننقذ فرصتنا وجاهزين للفوز والنهاردة رفضوا أي تعاون في فكرة تأجيل المباراة 24 سنوات هو يعني هو مش هيقدم للمنافس خدمة وتسأله ليه إنت مقتنع إن فيه ظرف فقاري ولا لأباس هي اللي حبوا موافط الطرف الثاني عشان لا يتضرر هو ما حيوافق لأنه خد بالك أنت كمان وخصوصا هو دلوقتي عنده أربعة لو خسر برة فهو أمله إن يكسبك عشان يخش في المنافسة أو أضعف الإيمان يتعادل معاك ويأجل الحسن فجات له فرصة هيقول لا لا طبعا عموما البعثة بسلامة الله يعني تلالهم توقع الرد يعني بسلامة الله وصلت وبيتمرنوا وده التمرينة الوحيدة اللي اتمرنوها يمكن إمبارح ما كانش الفريق اتمرن خالص ما كان مشي بدر على المطار اتعطلت الطيارة ساعتين لكنه ما كانش اتمرن في القاهرة في يوم من برح كله كان في الطيارة سوا في القاهرة أو في أكرة للانتجاه لكماسي ثم المبيت في أكرة ثم العودة في الصباح الباكر النهاردة يسافروا رحلة أخذت 40 ديئة بالطيارة نزلت الطيارة في كماسي ساعة تقريبا 12 ونص الظهر اتجهت للفندوق كماسي نتيجة تنظيم غانا لكاس الأمم في 2008 عمل التحديث لفناداء العقيد الليبو معمر القزافي كان باني فندق ممكن أفخم فناداء كان عامل مالك ملوك أفريقيا كان جاب القبائل دي كلها اللي عندها الدهب ومنصب نفسه مالك ملوك عليهم وساب الحكومات فكان باني فندق فخم جدا كان المنتخب الوطني نازل فيه وإحنا كوافد صحة في ساعتها في كماسي يمكن الحادثة كانت غريبة لأن وكلات الأنباء كلها طيرت صديقك عب منهم القصة ده تقريبا مات ها 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 كنت أنا وعصام شلتود وإيمان بدرة وعب منهم القصة وصبر علي وجايين من تمرين المنتخب في كماسي دخلنا الفندق إحنا ساكنين في الدور الأول بس من التعب وفندق كان لسه منشأ للبطولة اسمه نودة يوم حد والعمال أجازة والأسنسير ندخل فيه يدوب هيتحرك ورح لا بيقوقف في الحيط وبين الأدوار آه يمين شمال مفيش عدنا كام 35 دقيقة جوة الأسنسير سمح عمار زميلتنا في إزاعة في النيل الرياضة كانت معانا هي برا هي والمصور الكبير حسام دياب ومحمد صادق والمجموعة اللي برا عملين يصوتوا لأنه بعد ربع ساعة عمنا من القصة مسكين حصلت له أزمة الأكسجين بفوقع فبقنا بنتعامل أن احنا معانا واحد منتهي ممكن يخلص منتهي احنا مش قادرين نرش عليه مياه ما فيش استجابة وعصام شلتوت يصوت أيمن بضرة كل شوية يا جماعة نفتكر آخر حاجة ونفوض أمرنا لله فعصام يقولك يعني دايما بيكفلنا خلاص بقولك ساعات رعب تصروا بالله يرحموا الكابتن سمير زاهر كان مع المنتخب هو حزم الهواري مع المنتخب والدكتور أحمد ماجد جم بلغوا الإسعاف وبلغوا النجدة ولا أنه الفندق ما فيهش عمال معليش يوم حد والناس أجازوا والفندق جديد أول وفد ينزل فيه احنا يعني فيش إدارة بقولك يطلبوا الفوليس دا اللي كانت سماح عمار وحسام دياب عاملينه برة عاملين نسمع صويت وإحنا ما فيش إلى أن جابوا إدارة المنتخب بقوا ميسحبوه بالسلب من فوق بالبكرة بتاعته طلعنا يعني فتح وفتح قد كده في الأول نخلص نخرج الجس عاد ما نشيله ونطلعه خد بالك يعني مغامرة جدا أن أنت تخرج من حتة قد كده بس المهم دخلك بس دخلكم اكسجين بالضبط فبعتنا أنا أفضلت أنا وأيمن بدرة نشيل عمين عم وخرجناها عصام هدي شوية لأنه كان دخل بقى في إيه إلحق في هستيريا في هستيريا وصبر عالي عمال يقول لك يا رب أنا وحيد أبوي وأمي فعصام يقول له يعني إحنا لأ هتخش في إخناء يقول لك كماسي دي غريبة جدا إلى أن خرجناهم كلهم وفضلت أنا وأيمن بدرة اطلع أمي أيمن قال لي لا إخرج إنت محناء واحد يشيل واحد على إيده كده وروح نايم على بطنه وزحف لا وأيمن بسم الله ما شاء الله علي فأنا قلت له أنا لو خرجت إنت مش هتخرج مش هتعرف بعدش يشيله غيرك فأنا خرجت أيمن وبعدين خرجت طب عمين عمي اللي حصل فيه قالوا لي حزم الهواري وأحمد ماجد جايبين له واحدة مسعفة من اللي جات في الإسعاف مسعفة قوية جدا اديته قبلة الحياة بعنف يعني حسام دي بمصور اللقطة دي قال لي تقريبا سحبت الأكسجين من صباحه قال للراجل خاد كيسو في لايف دي رح فاتعيني عمينا ما قالك فيه إيه فيه إيه دي كان مستهبة سعيزة أقولك ده يمكن وكالات الأنبال لأنها كلها منتظرة إنه كاس الأمم الأفريقية حيبوت ووفد صحة في مصري وفي ضيحة معرض للموت كانت حدوتة كبيرة جدا لكن زي ما قلتلكه هي كماسة كده منظورة للحواديت الغريبة السيتي دي ما خطوزيش تليفونها عشان لحظة الحاجة تانية أنا بقولك هي أنقذت عبد المينو ما رجعته لنا في توا في تواية آآ ضخمة جدا فالكيسو في لايف بتاعتها لا يعني بقول لي حسام ده قال لي ده شفطته طلعت الهوى من رجله قبلة الحياة اللي لازم تدي لك طلعت ثاني وكشيد الكربون آآ ف كماسة حواديتها كتيرة قوي ومشاكلها كتيرة مع الكرة المصرية واللي المهانس عاد لأشار إليه البطولة الأولى للأهل في 82 في حواديت كتيرة جدا والأسادزة الصحفين اللي كانوا مع المنتخب مع الأهل يوميها كابتن نعمان كتب كتير قوي على اللي حصل والمحفظة بتاعته تسرقت في مشاكل كتيرة سيد محفظة مع كبتن حكاية كبتن حكاول آآ إن شاء الله بكرة الكماسة تكون والشاء حلو على النادي الأهل المراتي الجمهور كمان يكون أطيب وأهدى من اللي كان طاقم الحكام الجابوني تنجم بيامي حكم ساحة ومعها الكاميروني ألف شجاي مساعد أول والجابوني أربين أندو مساعد تاني والجابوني سيريجوي مكاني كحكم رابع الأدوار دي يا جماعة ما فيهاش للأسف غرفة فار يعني دور المجموعات في البطولة ما فيهوش تقنية الفيديو زي ما أنتوا عارفين مدياما قيمته التسويقية كنادي أولايل شوية 2 مليون يورو وخمسة من عشر هو دلوقتي بيحتل المركز التامن في الدور الغاني بس ما تبصوش لنتاج زي كده لأنه زيها زي الأهلي ما لو جيت تبص للأهلي على الدور المصري هتلاقيه متأخر جدا لأنه لعب نص المطشاط بس فدي كل دول أو كل الأندية بتاعة دور الأبطال أرقامها في دورياتها مش منطقية لأنه عندها مؤجلات لعب لغاية دلوقتي 17 مباراة فاس في 7 واتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 15 هدف واستقبل 15 هدف زيهم مدياما وصل للنقطة دي إزاي لعب مدياما مباراة الدور التمهيد للبطولة تخطى عقبة ريموس تارس النيجيري ذهابا بهدف 1-0 وإيابا خسر بنفس النتيجة وصعد بركلات الترجيح 3-2 صعد من الدور التمهيد الأول بركلات الترجيح لعب بعد كده حوريا كونكر الغيني وده فريق عريق في دور الـ 32 فازهابا بسلاسية مقابل هدف واضح إنه الحلم كبر عند مدياما لما تيجي الدور اللي بعد منه الـ 32 تلاقي نفسك مع حوريا كونكر الغيني واحد من الفرق المصنفة في القرى تكسبه 3-1 لا أنت فرق كويسة ويخسر إيابا 2-1 ويصعد لدور المجموعات خسر في دور المجموعات في بدايتها من الأهلي 3-0 في القاهرة لكنه فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف وتعادل مع يانجا أفريكنز واحد واحد وخسر من يانجا أفريكنز إيابا 3-0 نتائجه رايحة وجاية ما لوش منطق يخسر من الأهلي 3 ويخسر من يانجا أفريكنز 3 لكنه يكسب شباب بلوزداد فثيرا